نناقش مناطق تخفيف حدة التصعيد في سوريا الليلة مع ضيفينا من أسطنبول رئيس الدائرة الإعلامية في الاعتلاف الوطني السوري أحمد رمضان ومن القاهرة أستاذ القانون الدولي والمتحدث باسم قوات النخبة السورية دكتور محمد الشاكر أهلا بكم ضيفينا الليلة في سكاي نيوز عربية أبدأ معك سيد أحمد تحدثنا عن بنود هذا الاتفاق اتفاق أستانا تحدثنا عن مناطق خفض التوتر أو ما يعرف بتخفيف حدة التصعيد في سوريا كلها أمور وردت على الأوراق في أستانا أود أن أعرف منك هل هي بالفعل سارية المفعول على الأرض السورية؟ مساء الخير لك يا شانتال والضيفك وللسادة المشاهدين أعتقد أنه ينبغي وضع هذا الاتفاق في السياق العام للوضع في سوريا في الفترة السابقة وقع الروس اتفاقا في أنقرة مع الفصائل العسكرية في التاسع والعشرين من كانون أول ديسمبر الماضي وكان هذا الاتفاق ينص على وقف كامل لإطلاق النار في عموم الأراضي السورية للأسف هذا الاتفاق لم يطبق وتحول بعد ذلك إلى الاتفاق الذي أشرت إليه بين ما يسمى بالدول الضامنة ومناطق خفض التصعيد أيضا الأربع لكن المشكلة أن حتى هذا الاتفاق لم يطبق وانتقل الروس تلقائيا إلى عملية الاتفاقيات الثنائية التي ينبغي ملاحظة أمر مهم جدا في هذه الاتفاقيات الثنائية أنها تتم دون مرجعية دولية أولا تتم باستغلال عاملي الحصار والتجويع والقصف لتلك المناطق أنها في الأغلب توضع التزامات فيها ولكنها لا تطبق كالعادة الروسية والإيرانية في هذه الاتفاقيات نحن نقدر دور الدول الشقيقة التي تتدخل هنا وهناك لخفض مستوى العنف لخفض مستوى الأزمة لوقف شلال الدماء ولكن لدي مشكلة كبيرة في طبيعة الموقف الروسي أولا وأيضا في الموقف الإيراني الذي لا يذكر في هذه الاتفاقيات ولكنه يستفيد منها بواقع الانتشار العسكري بواقع التغيير الديمغرافي بواقع عودة العودة للإمساك ببواطن الأمور من خلال يافطة النظام التي تستغل عادة الانتشار الميليشيات الإيرانية والسلطة الإيرانية بشكل نواخر بطبيعة الحال سيد أحمد سنعود إلى هذه النقاط وما الغاية الخارجية من تطبيق هذه المناطق وما آلت إليه الأمور في الداخل السوري لكنني أرحب مرة جديدة بضيفنا من القاهرة دكتور محمد الشاكر دكتور محمد أنتم في تيار الغد لعبتم دور الوسيط تحديدا في هدنة حمص وهنا أستفيد من وجودك معنا الليلة لكي تضعنا في تفاصيل هذا الدور كيف كانت هذه الوساطة ماذا قمتم مع الوساطة ما الذي توصلتم إليه وكيف تقيمون بطبيعة الحال الهدنة في هذه المنطقة حتى الساعة بداية مساء الكير وأهلا بك أستاذ شانتالوة بضيفك الكريم بالتأكيد نحن الآن مع نبض السوريين الذين يستبشرون خيرا أو يستبشرون خيرا بوقف شلال الدم السوري بعد سبع سنوات من الاستعصاء المر في كارثة لم تشهدها البشرية مثيل بعد أن تحولت عمليات التفاوض بصراحة إلى مجرد انتحار متبادل بين الطرفين وسياسة الانتحار المتبادل انتهت منذ الحرب العالمية منذ الحرب الباردة بين الدول العظمى فما بالك بانتحار متبادل بين أبناء البلد الواحدة هذه نقطة نحن مع الناس المعدمون مع الناس الذين يموتون كل يوم هذا أولا من الناحية الإخلاقية كمشروعية إخلاقية ودعيني أتوقف عند كلمة قالها يعني ضيفك الكريم بأن هذا الاتفاق بدون مرجعية دولية دعيني أقول لك بأن القراءة الواقعية للقرار 2254 والتي تضمنتها المواد ستة سبعة ثمانية من بنود القرار وأنا أدعو الجميع أن يعودوا للقرار ويقرؤوه في سياق المرجعية الدولية لما يجري الآن القرار 2254 تكلم عن الإجراءات التنفيذية واللي يوقف إطلاق النار ولم يتكلم عن وقف إطلاق النار وفي آخر القرار تحدث عن تحقيق الغاية النهائية من وقف إطلاق النار وتحدث عن وقف العمليات القتالية وعندما نقول وقف العمليات القتالية في فقه القانون الدولي وأنا أتحدث لا أجتهد من اختصاصي كمصطلح عندما نتحدث عن الإجراءات التنفيذية لوقف إطلاق النار أي تجميد بالمكان وهذه هي المشكلة التي وقعت فيها المفاوضات السابقة وجرت خمس مفاوضات يعني لم تسفر عن وقف نزيف الدم السوري ولم تسفر عن دخول قافلة إنسانية واحدة لذلك الآن ما يجري تضمن القرار في ستة سبعة ثمانية وقف الأعمال القتالية محاربة الإرهاب دخول المساعدات ارجعي للقرار وقارنيه بما يجري الآن من عمليات الهدر التي تجري الآن هل هذا ما يجري في حمص سيدة محمد دكتور محمد أوضع أعرف ما الذي يجري من وسطات وكيف ينعكس ذلك على أرض الواقع في حمص تحديدا بما أنه حضرتك معنا نود أن نعرف ذلك بالتأكيد ما ذكرته أنا في القرار 22 و54 وأتمنى أن يقرأت جميع القرار بما فيه صديقي وضيفك الكريم يعني ما يجري الآن في حمص هو البنودة التي تضمنتها هدنة شمال حمص كما التي تضمنتها الغوطة وهي في إطار مشروعية تبدأ بوضع خطوط تماس وفصل الفصائل المسلحة في مكانها هذه أولا وقف اطلاق النار أو وقف العمليات العسكرية لأن مفهوم وقف اطلاق النار يأتي في آخر مرحلة وقف العمليات العسكرية تبقى المناطق في إدارات محلية للمعارضة لا يحق لأي طرف أن يعتدي إلى طرف الآخر أو يدخل إلى طرف نشر قوى روسية ستبدأ منذ أربع شهر القادم أي غدا أيضا تضمن دخول المساعدات الإنسانية وتضمن الاتفاق يوم ستة تدخل أول شاحنة مساعدات إنسانية عودي إلى القرار 22-54 الذي أصبح شئنا أم أبينا هو الهيكل العظمي الذي تتمحور حوله العملية السياسية في سوريا وقارنيه بالهدى التي كان وسيطا فيها تيار الغد السوري هل نجد خلافا كل ما في الموضوع إن التيار استطاع أن ينقل الدور من صراع القوى الإقليمية التي استمرت نزيف الدم السوري لمدة ست سنوات بدون أي نتيجة ونقله إلى حضنه العربي حضنه العربي الذي يريد وقفا لهذا النزيف لنعتبر أنه نجحت هذه العمليات عمليات خفض التصعيد في هذه المناطق التي ذكرها الاتفاق كما ذكرت الآن دكتور محمد سيد أحمد هل يمكننا القول إن حصل ذلك أن الصراع انتهى في الداخل السوري وتحولنا إلى عملية سياسية حقيقية بإرادة دولية يعني لابد من توضيح مجموعة من النقاط المسألة لا تتعلق بمجرد النواية الطيبة وتحديدا من قبل قوة الثورة والمعارضة السورية أو الأطراف التي تتدخل للتوصل إلى حل بشكلنا أو آخر المسألة تتعلق بسلوك ونواية الأطراف المقابلة ليس الطرف المقابل فقط هناك الجانب الروسي الذي لديه سجل واسع في توقيع الاتفاقيات فيما يتعلق بهذه القضايا ولا يلتزم بها وهناك الطرف الإيراني الذي تعود باستمرار على تقويض كل هذه الاتفاقيات ومحاولة الاستفاد منها لخلق وقائع جديدة على الأرض وهناك النظام المعروف سجله أيضا في ارتكاب الجرائم لا ينبغي ونحن نعمل على تشخيص الوضع السوري أن نضع الطرفين في سجل واحد أو نصف ذلك بالانتحار هناك طرف يرتكب الجرائم وهناك طرف يتعرض للقصف ودمرت بلاده وحواضره أيضا نتيجة القصف الإجرامي باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ثانيا فيما يتعلق بالقرار هو يتحدث عن الوقف الفوري لكل عمليات القصف التي تستهدف المدنيين ومعروف من الذي يقوم بالقصف وخص أيضا المشافي في هذا الإطار أيضا عندما نقول ليس هناك مرجعية دولية ليس فقط قرار أن لا تحدث عن قرار هناك عشرات القرار التي صدرت فيما يتعلق بالوضع السوري لكن ليس هناك حضور لألوم المتحدة ليس هناك حضور للحالة الدولية في إقرار هذه الاتفاقيات أو مراقبتها من يراقب الآن عملية التطبيق؟ نحن نعلم أن الجانب الروسي لا يعترف أساسا بأي خرق لأي اتفاق جرى في السابق بما في ذلك استخدام مهم جدا ما تتحدث عنه سيد أحمد نضع الآن طرف مهيمن وطرف أيضا بعيد لكنني هنا أود أن أعرف من الدكتور محمد ما هي الضمانات الروسية التي أعطيت أو قدمت لكم حتى أتم هذا الاتفاق في حمص أولا أجاوب تعقيبا على ما قاله ضيفك الكريم الأطراف التي تتدخل جميعها لو وضعناها طبعا أنا أتفق مع ضيفك بمسألة الدور الإيراني المعرقل والحديث عن النوايا ولكن نحن نريد أن نضع سكة نحو حل الأزمة السورية بالنسبة للنوايا دخلت إلى الغوط الشرقية أكثر من 17 شاحنة مساعدات إنسانية من ناحية هناك أكثر من 200 فصيل تضمنتها أستانا بأنه قبلوا بهذه العمليات من ناحية ثالثة روسيا هي طرف ضامن في أستانا وهي تتصرف أيضا بمشروعية دولية وضمن اتفاق روسي أمريكي مسألة الوقف الفوري الذي تحدث عنه أيضا ضيفك الكريم الوقف الفوري لا يتأتى لم يتحدث القرار 22-54 بوقف فوري إنما توقف عن وقف أعمال عدائية كيف تستطيع أن تدخل المساعدات الإنسانية وأن تدخل شاعنات المعونة وأن تنقل المرضى وأن تفرج عن المعتقلين قبل أن تحقق أول خطوة وهي خطوة وقف الأعمال القتالية أو الهدن ونحن الآن أزاء تنفيذ هذه المسألة لذلك الضرب بها عرض الحائط أو التخويم بها أو تضعنا أمام طريق مزدود نفس الأداء الذي مر ضمن خمس جولات والآن أريد أن أسأل أنا ما الحل أمامنا جميع ما يجري الآن في الهدن هو بمشروعية دولية سواء الهدن تضمنها القرار 2254 وسواء الضامن الروسي تضمنه أستانا وسواء دور القاهرة وعود إلى ديباجة القرار 2254 لم يذكر فقط مثلا الرياض وإنما ذكر موسكو والقاهرة أيضا إذن لم تخد جميع الأطراف هي تسير بمشروعية دولية والذي تضمنه القرار 2254 قيادة سوريا سوريا الآن قيادة سوريا سوريا برعاية عربية وأعتقد أن الأشقاء في مصر يعني هم يحملون هم السوريين وهم الشعب السوري ولم يتورطوا بالدم السوري ولم يصدروا لسوريا جبهة النصرة ولا داعش ولا غيره من الجماعات الإسلاموية التي حرفت مسار الحراك المدني وحولته إلى حراك وصراع دين مقيت لا ينتهي وأنت تعرفي عبر التاريخ الحروب الدينية منذ حرب الثلاثين عام لم تنتهي هذا ما نريده من الاتفاق وهذا ما نعمل عليه في تيار غد السوري نبضى الناس نبضى الشارع الذين بصراحة فرحوا واستبشروا خيرا في وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية دور الوساطة التي تلعبونه اليوم دكتور محمد هو في حمص أود أن أعرف من السيد أحمد سيد أحمد هل تظن أن هذا الدور سيتكرر في أكثر من منطقة سورية أم أنه اليوم سيقتصر على بعض المناطق التي لبعض الدول الخارجية مصالح فيها يعني لا ينبغي النظر للموضوع لأنه يحتاج وساطة روسيا هي دولة عضو دائم في مجلس الأمن ودولة كبرى وتدرك مسؤولياتها والتزامها أيضا إزاء المجتمع الدولي وبالتالي لا تحتاج لوساطة حزب أو دولة لكي تطبق قرار في مجلس الأمن وقعت عليه والتزمت أيضا به وفق التزاماتها الدولية ثانيا يجب أن لا نعفي النظام من الجرائم التي ترتكب في سوريا هذه نقطة مهمة ليست المسألة تتعلق بانتقاص من دور جهة ما المسألة تتعلق بأن هناك طرف وأطراف ترتكب جرائم في سوريا وهي التي كانت وراء الدفع بعامل الإرهاب والتطرب في الداخل وهي رعت هذه العملية ودعمتها بشكل أو آخر وتركت لها المجال لكي تتغلغل في المجتمع السوري وجلبت الميليشيات من أسقاع الأرض هناك أكثر من ثمانين ألف مرتزق الآن يقاتلون إلى جارب النظام علينا أن ندرك الآن مسألة مهمة جدا هذا الاتفاق هو عملية جزئية الآن لكنه بالأساس كان يجب أن يتم ضمن الآلية الدولية وضمن وقف شامل للقصف هل يحتاج الروس الآن ليوقعوا اتفاق مع فصيل عسكري من أجل أن يتوقفوا عن قصف المدنيين السوريين والمشافئة السورية هم استخدموا التجويع والحصار والقصف من أجل تركيع السوريين والآن يحاولون أن يوقعوا هذه الاتفاقيات ولكن سجلهم أيضا في التنفيذ يكاد يقترب من الصفر شكرا أنا أسأل أين هم المعتقلون الذين يجري الالتزام بالإفراج عنهم لم يتم المساعدات لم تتم إلا في نطاق ضيق وفي تدخل من الأشقاء بمصر وليس بإرادة روسية نعم سيد أحمد وأيضا الكثير من النقاط التي ربما يضيق الوقت الآن عن ذكرها نعم للأسف انتهى وقت هذا اللقاء وسنكون بانتظار جناف في بداية سبتمبر لمعرفة أيضا كيف ستقول الأمور رئيس الدائرة الإعلامية في الاقتلاف الوطني السوري أحمد رمضان شكرا لك من أسطنبول والشكر يمتد لأستاذ القانون الدولي والمتحدث باسم قوات النخبة السورية الدكتور محمد الشاكر من القاهرة